بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وعمل بسنة لهم دين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ذكر الله تبارك وتعالى من جملة آلائه وإنعامه وآياته العظيمة وقدرته على الخلق سبحانه وتعالى قال جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج مرجهما بخلط ماء البحر العذب الفرات المياه العذب عندما يختلط ماءها بماء البحر الملح ملح هي الأجاج شديد الملوح ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل حاجزا بين هذا الماء وهذا الماء حتى لا تفسد الحياة ولو أن الله تبارك وتعالى أسقط هذه الحواجز وعدى ماء ماء البحر المالح على المياه العذبة فسلت الحياة وكذلك لو عدلت مياه المياه العذبة ظلت وهي تصب في هذه المياه الملحة حتى تحول البحر المالح إلى بحر عذب فإنه تنتهي الحياة على ظهر هذه الأرض لا بد من وجود البحر المالح لأن هذا البحر هو غسلة العالم هذا غسلة العالم يأتي كل هذه القادرات فالماء المالح هذه يهضمها ويحولها وما جعله الله تبارك وتعالى فيه كذلك من يعني هذه الخيرات العظيمة السماك العظيمة التي هي يعني معظم غذائي أهل الأرض فيها ولو عدا الماء المالح على المياه العذبة لفسدت الأرض ولم يصبح فيها مكان لنزرع فيها وجعل بينهما برزخة وحجرا محجورة حجر لهذا وهذا هذا يظل عذب وهذا يظل مالح أبدا الآبدين كل هذا فعل الرب تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء ماء النطف بشرا فجعله نسبا وصهرا نطفها خلق الله منها طفل ينسب إلى أبيه إلى جد وأصهار الزواج من العوائل المختلفة والشعوب المختلفة فيكون هناك مصاهرة وهنا تنشأ قرابات بين هؤلاء وهؤلاء وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى ثم أخذ الله تبارك وتعالى مقارنة فقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم يعبد المشركون من دون الله آلهة لا تنفع ولا تضر لم تخلق شيئا من هذا الكون وهي غير نافعة لهم وغير ضارة لو تركوا عبادتها لا تضرهم ولو عبدوها ما عبدوها فإنها لا تنفعهم والعبادة أشرف ما يفعله الإنسان من العمل أشرف عمل ممكن أن يعمله الإنسان العبادة قيام وسجود وركوع وثمرة قلب ومحبة ومودة لمن يعبد هذه عبادة تعطيها لشيء اشرف عملك وأعلاه وأفضله تعطيها لما لا ينفعك ولا يضره أكبر جهد أكبر عمل قال جل وعلاه وكان الكافر على ربه ظهرا الكافر مظاهر على من على ربه الظهير اللي هو المعين يعني معين أعداء الله تبارك وتعالى على الله فيظاهر على الله يعني يجتمع هؤلاء الكفار ويتآلفون ويحبون ويعادون من؟ يعادون الرب تبارك وتعالى من؟ الرب ربهم إلههم على ربه خالقه ومولاه وإلهي سبحانه وتعالى يعادونهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وهذه الصورة يعني بأنه الله تبارك وتعالى انظر كيف يعادي الكافر ربه خالقه وراثقه والذي خلق له هذا الكون فهو يعادي هذا العداء ويظاهر عليه ويوالي من يعاديه ومن يكفره سبحانه وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا لا إلهي إلى الله ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى رسوله في هذا السيق فقال له وما رسلناك إلا مبشرا والنذير يعني لا استوكيد عليه وإنما أنت مبشر والمبشر هو المخبر بالأخبار السارة المفرحة الطيبة وهذا لأهل الإيمان النبي جاء مبشرا لأهل الإيمان وأهل الطاعة بنعمة الله وفضله وإحسانه ونذيرا للعالمين انذر للكل ينذر العالمين يخوفهم من عقوبة الرب تبارك وتعالى فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول له هذه مهمتك ليس مهمتك أن تجبرهم على الإيمان أن تحملهم عليه أن تهديهم هذا أمر إلى الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل أي لهم لهؤلاء الكفار ما أسألكم عليه من أجر إلا من شان يتخذ إلى ربه سبيل يعني عندما دعوتكم بهذه الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وفيها نجاتكم وفلاحكم وسعادتكم لم أطلب أجرا علىها لم أطلب منكم أجرا تعطيني أجره على هذه الدلالة وهذا البيان للطريق الذي به سعادتكم ورفعتكم وشرفكم ومجدكم وعزكم ونجاتكم من العذاب الأخرى فهذا الدلالة على هذا من أعظم أنواع الجميل والنفع والبر والخير الذي ينفع به إنسان إنسان فما جاء به الرسول من ربه تبارك وتعالى للناس أعظم شيء أعظم دعوة إلى الفلاح وهو لا يطلب على ذلك أجرا قل ما أسألكم عليه من أجر وإذن ما الذي يوقفكم يعني لا هناك ليس هناك عائق يعني يحول بينكم وبين الإيمان بالله تبارك لأنكم لن تدفعون أجرا في هذا ما في خراج سيأخذ منكم في مقابل هذا وبالتالي تهربون من الدين لأنه مطلوب منكم أن تدفعوا ضريبة على الدخول فيه لا قل ما أسألكم عليه من أجر ثم قال جل وعلا إلا من شأن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شأن يتخذ إلى ربه سبيلا ليس أجرا ولكن يعني تدفع منك لنفعك إلا من شأن يتخذ إلى ربه سبيلا فإذا أنفق في سبيل الله فهذا أمره عائد عليه والرسول لا يطلب منه شيء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شأن يتخذ إلى ربه سبيلا فإن كل ما ينفقه هو عائد عليه ثم قال جل وعلا رسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل سلم أمورك للرب سبحانه وتعالى والتوكل على الله تبارك وتعالى هو تسليم الأمر إليه واعتقاد أن الله هو الذي بيده الأمر كله وبالتالي يعني جعله الأمل ومحط الرحل وكل يعني ما يتمناه الإنسان هو عند الله تبارك وتعالى فتوكل عليك سلم أمرك له سبحانه وتعالى ووصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الحي الذي لا يموت وهذا يعني أيضا تعريض بآلهة الكفار وأنها آلهة مخلوقة ميتة وأن من توكل عليها تخذله لأنه لا تنفعه وأما المؤمن فإنه متوكل على الله الله سبحانه وتعالى الحي الحياة اللائقة به سبحانه وتعالى وهذا لا شك أن حياة الله تبارك وتعالى غير حياة المخلوقة فإن حياته من ذاته سبحانه وتعالى وليست باعتماده جل وعلا على غيره فالله لا يعتمد على غيره في شيء سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى وأما الإنسان فحياته إنما هي بغيره لا يحيا إلا بغيره فالله الذي يحييه وخلق الله تبارك وتعالى من الأسباب ما يبقي هذه الحياة من الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة ومن الطعام والشراب والمأوى واللباس كل هذا لا يحيا إلا باجتماع هذه يعني الظروف والأسباب التي يخلق الله تبارك وتعالى له لتبقي حياته وأما حياة الرب تبارك وتعالى فإنها حياة ذاته جل وعلا هو الحي بذاته سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه جل وعلا الذي لا يموت لا يدركوا الموت الإنس والجن يموتون والله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت وسبح بحمد سبح نزه التسبيح والتنزيه نعني نزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وسوء الله منزه عن الزوجة عن الولد عن الشريك عن الكف عن الند عن النظير أن يكون له ند أو نظير عن كل ما يعتري هذا المخلوق من نقص الموت الغفلة النسيان الظلم سبحه سبحانه وتعالى بحمده حال كونك متلبسا بحمده وحمد الله إثبات المحامد له ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وإنعامه وإفضاله فهو الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود كل صفاته حسنى سبحانه وتعالى له الأسماء حسنى كل صفاته جميلة لا نقص في صفة من صفاته ولا في اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فيحمد الله تبارك وتعالى لأسمائه وصفاته وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى وسبح بحمده ثم وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا معنى أنه سبحانه وتعالى كفى بالله تبارك وتعالى خبيرا بذنوب عباده يعني أنه لا يحتاج الرب تبارك وتعالى إلى من يرشده ومن يعلمه ومن يخبره بذنوب عباده فإنه يعني كاف الجميع هذا لأن علمه سبحانه وتعالى محيط كل خلقه لا يعزب عنه من خلقه لا صغير ولا كبير سبحانه وتعالى ومن يعزب عن ربك من ثقل ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابه مبي فذنوب هؤلاء العباد المجرمون المتعدون الرادون لكلام الله تبارك وتعالى الهجرون لهذا القرآن المستهزئون بالرسول الله تبارك وتعالى الذين يقولون هذا الذي بحث الله رسوله فهذه ذنوبهم العظيمة الله يعلمه الله يعلمه سبحانه وتعالى فالله يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم يطمئن المؤمنين بأنه يكفي به كفى به سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبيرا خبرة اللي هي العلم الدقيق بكل ما يعملون سبحانه وتعالى فما يخفونه يعلمه الله وما يبدونه يعلمه الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش آية جامعة في ختام هذا الفاصل العظيم من بيان آيات الله تبارك وتعالى في الخلق فقال الله الحي الذي لا يموت هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلق إيجاد من العدم وتقدير قدرها أعطى كل شيء قدر سماوات بما فيها كلها قد أعطى كل جزء منها خلقها سبحانه وتعالى هذه النجوم التي هي دون السماء وهذه كل شيء قدره ومقدره الشمس بمقدارها القمر بمقدارها هذا بمقدار كل شيء فالله خلقها أخرجها من العدم وأعطى كل شيء من هذا مقداره سبحانه وتعالى هذا خلق الله للسماوات والأرض فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هد أعطاله خلقه من إبرازه العلم وتقديره ثم هداه بعد ذلك سؤاله الله قال كل شيء هو على كل شيء وكيل الذي خلق السماوات والأرض قال جل وعلا في ستة أيام من أيام الله تبارك وتعالى وليست من أيام هذه الدنيا فإن الدنيا جزئية صغيرة من هذا الخلق مخلوقة ولها يومها المعلوم وهو يعني جريان الليل والنهار عليها في مرة واحدة إذا جرى الليل والنهار عليها هذا اليوم فهذه هذه أي يوم الأرض وأما هذه الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض فإنها خلقها سبحانه وتعالى بأيامه هل هي اليوم بألف سنة كما هي أيام الله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون أو هل هي كيوم القيام الذي طوله خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا أم أنها أيام يعني بطول غير هذه الأطوال التي ذكر الله تبارك وتعالى نقول الله تعالى أعلم نقول الله تعالى أعلم يعني ما مقدار هذه الأيام الست التي خلق الله تبارك وتعالى فيها السماوات الأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ما بين السماوات والأرض من هذه المخلوقات فما بين السماوات والأرض فيه السحب في هذه طبقة الهواء الموجودة فيه خلق لا نعلمه فيه بعد ذلك النجوم والكواكب والشموس فيه هذه المجرات العظيمة ما بين السماوات والأرض وما بين كل سماء وسماء ما هو كل هذا يعني ما بين سنة الأرض خلقه الله تبارك وتعالى كذلك يعني أتم الله تبارك وتعالى خلق هذه المخلوقات كلها في ستة أيام ثم استوى العرش ثم بعد ذلك استوى العرش استواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع وأن الله تبارك وتعالى على على مخلوقاته وعلى على عرشه سبحانه وتعالى على العرش العرش هو سقف هذه المخلوقات الأرض سبع سماوات طباق طبق فوق طبقه ثم كرسي الله تبارك وتعالى ثم عرشه الذي هو سقف كل هذه المخلوقات والله تبارك وتعالى فوق عباده سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيب إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلة فالملائكة والروح يعرجون إلى الله تبارك وتعالى الأمر يعني يتنزل من الله تبارك وتعالى في السماوات الأرض الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء أجبه فالله تبارك وتعالى مستوين على عرشه وعرشه فوق يعني سبع سماواته سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن هذا اسمه والرحمن سبحانه وتعالى الرحمن الذي امتلأ بالرحمن أصلا هذا الوصف في لغة العرب اسم الفاعل هذا فعلان يأتي دي من الامتلاء كما يقول شبعان وجوعان وغرثان وفرحان غير شبع وفرح وجائع فإذا قيل بالألف والنون يدل على الامتلاء من الوصف والرب سبحانه وتعالى هو الرحمن وذلك أن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل خلق كل خلق الله تبارك وتعالى مخلوق ويعيش في رحمته سبحانه وتعالى الرحمة العامة التي يعني حاط الله تبارك وتعالى فيها هذا الوجود فكل موجود من النملة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى هذا إلى ديت كلها قد نالته رحمة الله تبارك وتعالى منذ الرحمة الله تبارك وتعالى في هذا المخلوق الضعيف النم خلقه هداه سبله عرفه طرق حياته كيف يحفظ بيضه يحفظ صغاره كيف يحمي نفسه كل شيء قد نالته رحمة الله تبارك وتعالى مهما كان كما في الحديث إن لله مئة رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها هذه الفرس تلد ابنها مهر الصغير لسه قبل أن تشتد قوائمه ليقوم وهو لسه على الأرض تلحسه وتنظفه ولو جاءت رجلها عليه فإنها ترفع رجلها عنه هذه رفعها رجلها رفع الفرس رجلها عن ابنها هذه من الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا المخلوق الأعجم ما يتكلم ولكن خلق الله في قلبه الرحمة لصغاره فرحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء ورحمة في الآخرة سبحانه وتعالى إن تخاصة بالمؤمنين فرحمة وسعت كل شيء فسأكتبها في الآخرة للذين للذين وقال جل وعلا للموسى قال ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهؤلاء أهل الإيمان وأهل التقوى هم الذين تنالهم رحمة الله هذه الخاصة هذه رحمة الله الخاصة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى فهو الرحمن فهو خلق هذا الخلق كله برحمة الله تبارك وتعالى الشمس من رحمة الله وضعها في مكاني على هذا النحو إنما هو من رحمة الله تبارك وتعالى لأن لولا أن الله تبارك وتعالى رحمنا بهذه الشمس لما أضاء لنا هذا الوجود الذي نحن فيه ولما وصلنا هذا الدفء الذي نعيش فيه ولما نبت لنا نبت ولا استقرت بنا حياة من رحمة الله هذه رحمها من الله تبارك وتعالى القمر من رحمة الله تبارك وتعالى فمنافعه العظيم أهل أهل الأرض منافع عظيمة جدا وهكذا كل جزئية من الخلق إنما هي من هذه من رحمة الله تبارك وتعالى الله رحم عباده بهذا الخلق فهو الرحمن الذي يعني وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل خلقه كل مخلوقاته فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا ولا خبير بالرحمن إلا الرحمن لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله فالرحمن هو الذي يخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى لأن الخبير بالله هو الله ما يعلم الله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى وهنا الله تبارك وتعالى هو الذي يخبرنا عن أسمائه وعن صفاته سبحانه وتعالى هذه إنعامه وإفضاله يخبرنا بها تفضلا منه سبحانه وتعالى هذا من فضله العميم هذا من فضله العميم تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذا الفرقان النازل بتعريف العباد بربهم وإلههم وخالقهم نعظم نعم الله تبارك وتعالى عظم تباركاته رب تبارك وتعالى أن يخبرنا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وعن صفاته على هذا النحو فنجله ونعبده ونشكره ونوحله سبحانه وتعالى ونعرف الطريق إليه ونسبحه ونعظمه ونحمده تعالى الرب تبارك وتعالى اللهم لك الحمد على إنزال هذا الكتاب العظيم على إنزال كتابك وإنزال كلامك علينا حتى يعرفك العباد سبحانه وتعالى ويسبحوك ويشكروك ويحمدوك ويذكروك سبحانه وتعالى يحمدوك بما أنت هو بما أنت أهل له كالتعليت ربنا سبحانه وتعالى أنت الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال يحجيك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثلان عليك أن كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا بعد هذا البيان العظيم من الرب تبارك وتعالى لأسمائه وصفاته يبين الله حال هؤلاء المجرمين الكافرين أنهم إذا دعوا إلى السجود لربهم الرحمن سبحانه وتعالى خالقهم وخالق هذا الكون لهم الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى المتفضل عليهم بكل هذه النعم جهلوها قالوا وما الرحمن لا نعرف يعني أن الرحمن اسمه من أسماء الله ولا صفة من صفات الله قالوا بهذا يعني تجاهل للرب تبارك وتعالى جهلوا الرب تبارك وتعالى وجهلوا وقالوا وما الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا تعالي منه سبحانه وتعالى أن يسجدوا لله والسجود لله من حقه جل وعلا فإن من حق الرب الذي خلقنا هذا الخلق وأنعم علينا هذه النعم ورحمته وسعت كل شيء أن هذا السجود من حقه إذا قلنا السجود له يجب أن نسجد له وأن نعظمه سبحانه وتعالى وأن نعبده وحده لا شريك لا فهذا يعني أدنى ما يقوم به العبد نحو إلهه وربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لهؤلاء الكافرين الجاهدين الممتنعين قالوا أنسجدوا لما تأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا أي بالسجود له الرب الرحمن زادهم نفورا زادهم دعوة الله تبارك وتعالى دعوة رسوله لهم بالسجود لله نفورا نفورا من السجود لله لأنهم كانوا يرون أن هذا الفعل عندهم من أقبح الأفعال أن يضع جبهته في مكان قدمي وأن يسجد لله وزادهم نفورا يعني الأمر بعبادة الله بالسجود لله والحال أن السجود لله تبارك وتعالى إنما هو يعني ترجمه لبيان يعني ضآلة هذا الإنسان وصغره نحو إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى وكذلك شكران للرب ترجم عملية لمعنى الشكر الله وتسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه فالرب يستحق هذا يستحق هذا من هو أهل لهذا المخلوق الذي الضعيف المحتاج الفقير إلى ربه تبارك وتعالى وقيام بشأن يعني بإجلال هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل السجود له هو أعظم الأعمال التي يحبه الله تبارك وتعالى ويقترب من الله تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فيقربه الله تبارك وتعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطع والسجود اقترب السجود قرب من الله تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد قالوا ومن رحمن أنا السجود لما تأمرنا وزادهم الدعوة الله تبارك وتعالى لهم بالسجود له نفورا نفورا من الدين والحال أن هذا الواجب كان يجب المسارعة إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى عندما يعلموا آيات الرب تبارك وتعالى وعندما علموا إنعامه وأفطاله عليهم أن يبادروا بالسجود له تعظيما له سبحانه وتعالى ثم أبوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى ونفروا نفورا عظيما من دعوة الرسول لهم للسجود لله أن يعرفهم الله تبارك وتعالى من هو الرحمة فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا إعاد مرة ثانية لهذا الفعل عظم خير الله تبارك وتعالى وبركة فالله تبارك وتعالى تبارك الله عز وجل بإنزال هذا القرآن وتبارك الله تبارك وتعالى بهذا الخير الذي جعل في السماء بروجا هذه الشواهب العظيمة البرج أفضله البناء العالي فهذه الأبنية العالية العظيمة من هذه النجوم والأقمار والشموس التي يعني أنشأها الله تبارك وتعالى في السماء وهذا لا يقدر عليه إلا الرب تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فهذا من باب الذكر الخاص بعد العام الشمس التي هي أضوأ بالنسبة لأهل الأرض أضوأ يعني نجوم السماء وأعلاها منزلة وأعظمها بناء وجعل فيها سراجا والسراج هو يعني الضوء المشتعل ضوء مشتعل والنار ضوء مشتعل وهذا يعني تشبيهها بالسراج هذا أيضا من أسرار الخلق علم الناس يعني سر هذا السراج يمكن بعض أسراره في الوقت الحاضر وكان في وقت التنزيل لا يعلم الناس الذين نزل عليهم هذا القرآن يعني الشمس وأنها السراج كما نعلمه الآن سراجا يضيء هذا الكون وقمرا منيرا قمر كذلك ولكنه منير بضوء غير ضوء السراج وقد علم الناس هذا فيما بعد أن القمر جسم بارد وتنعكس عليه هذه الأضواء فيضيء يعني الأرض بنوره فهذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا فعل الرحمن ونعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الثلاثة يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر الله لي ولكم من كل ذنب الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر